اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جملة مع المركز الثاني ثالث الانطلاقات من الجانب الاخر من الجانب الاخر ارى التسلل والتقدم مع الوسمية مطر بالخلفاب من مطر بن كن شامسي يتسلل بدوره على مستوى المركز الثالث المركز الرابع تصل تتقدم في هذه اللحظات ضجة عبدالله بن محمد بن سعيد الكدري وعلى مستوى المركز الثامس وصول تقدم في هذه اللحظات مع بعاد محمد بن اشتيت بن مصبح المتفيج الاجتبي ننطلق مع المركز السادس كي ارى القدوم كي ارى التسلل والانطلاق مع العزرة لسيف بن مبارك بن سيف الاكتبي ياتي شعار بن غويث على مستوى المركز السادس سابعا مشاهدين متابعين الكرام ارى القدوم ارى التسلل والانطلاق لمشغلة مساعد بن محمد بن مساعد بن خالد المنصوري يقدم يقدم مشغلة بهذا الانطلاق بهذا التقدم على مستوى المركز السابع القادمة من الظفرة القادمة من ميدان غياثي ياتي بتحدي ياتي مشغلة مع المركز السابع المركز الثامن وصول تقدم وانطلاق ارى التقدم في هذه اللحظات مع الفاخرة اللي تسللت بدورها ايضا مع هذا الانطلاق على مستوى المركز الثامن بالشعار محمد وخلفاء بسعيد بن طوير شيلك تبي ومع المركز التاسع المركز التاسع جمايل صالح بن يابر بن صالح العامري يقدم يقدم هذا الاسهم يقدم جمايل في يوم ايضا التحديات والانطلاقات بهذا الشعار مع المركز التاسع عاشرا مشاهدينا متابعين الكرام تصل تتقدم في هذه اللحظات غيوم للسند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي من قدم كواكب في احد الاشواط ياتي بتحديات غيوم مع المركز العاشر هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز المتقدمة المسيرة تسير لنعود مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط ومغادرتنا مغادرتنا للوحة الخمسة كيلو مترات المتبقية من عمر هذا الشوط اي غادرنا حزام الغابات بدين ننطلق ايضا في هذا الانطلاق الواضح والباين مع الصدارة ومع الكوكبة مع الكوكبة الثلاثية على مقدمة هذا الشوط وابعاد اللي قادت المجموعة بدت تبعد بدت تبعد ابعاد بدت تغادر بناموسي هذا الشوط محمد من الشتيط والمصبع المتيج اللي اكتبه يقدم يقدم ابعاد وهي تنطلق وتندفع بناموسي هذا الشوط في هذا الانطلاق الواضح والباين مع الكادر مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج والقنوات الناقلة لهذا الحدث الرياض الكبير نتابع المركز الثاني نتابع ضجة نتابع ضجة مع المركز الثاني لعبد الله بن محمد بن سعيد الكدري يقدم يقدم ضجة مع المركز الثاني ثالث الانطلاقات وعد محمد بن مهير من سعيد صايق المزروع ياتي بتقدم وعد مع المركز الثالث المركز الرابع تصل تتقدم فاخرة محمد بن خلفاء بسعيد بن طويرش الكتبي ياتي بتقدم فاخرة مع المركز الرابع تطمح بالمكان الفاخر بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير خامس المشاهدين متابعين الكرام الوسمية مطر بن خلفاء بمطر بن كرن شامسي ينطلق بهذا الشعار ومع انطلاقة الوسمية مع المركز الخامس سادس الانطلاقات مشغلة مساعد بن محمد بن مساعد بن خالد المنصوري ينطلق بتحديات مشغلة مع المركز السادس وصل بن حفيظ وصل بن حفيظ مع المركز السابع يقدم غيوم سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي من قدما بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير ما شاء الله بدت الأسامي بدت الأسامي تغترب وتسلل وتسلل مع المركز الثامن أرهني سمحة سالم بخريفة بن محمد الدرعي يتابع سمحة بأول ندة تتقدم مع المركز مع المركز الثامن تاسع الانطلاقات جمايل على المركز التاسع للصالح بريابر بالصالح العامري وعاشرا مشاهدين متابعين الكرام أرد تقدم في هذه اللحظات مع المركز مع المركز العاشر قدوم لمرضية يوسف سعيد مضحي لك عبي يقدم مرضية مع المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام لهذه الانطلاقات لهذه التحديات الحاضرة مع هذا الانطلاق المثير والراية نعود مع الصدار والبداية وأرهناك أبعاد اللي بدت تبتعد وتغادر وتنطلق بناموسي هذا الشهوط أبعاد على الصدار أبعاد والنقريبين يا محمد يا بنشطيط يا بنمصبح يا المتفيج الاكتمي متابعا منطلقا بتحديات بتحديات أبعاد تليها مع المركز الثاني مع المركز الثاني ضج لعبد الله بن محمد بن سعيد الكدري يقدم يقدم ضج مع المركز الثاني ولكن أرى القدوم أرى تسلل الانطلاق في هذه اللحظات مع سمح سالم بخليفة بن محمد الدرعي يقدم يقدم هذا الاسم بدت تتسلل تنطلق من مركز إلى مركز بطريقها إلى الصدارة بطريقها إلى المقدمة ومع المركز الرابع مع المركز الرابع تاتي غيوم سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المجروعي منقدم كواكب في أحد أشواطي صباحي هذا اليوم يطمح بالنقطة الثانية مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المتميز شعار الكعبي القادم 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 مع انطلاقة مرضية يوسف بن سعيد منطحي لكعبي ياتي بتحديات مرضية اللي بدت تشغيق طريقها إلى الانتصار إلى التحديات ولكن جمايل قادمة جمايل قادمة مع هذا الانطلاق المتميز تتسلل مع المركز الرابع جمايل مع هذا الانطلاق المتميز صالح بنيابر بالصالح العامري في المتابعة والانطلاق هذه النتيجة هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة غادرنا لوحة الاثنين كيلو مترات بوابة المدرج غادرناها والاتجاه السليم الاتجاه الصحيح مع الخط المستقيم إلى خط النهاية وأبعاد أبعاد 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 مبتعد كليا بناموسي هذا الشوض بمتابعة محمد والاشتياط المتفيج الاكتبي ولكن الكعبي بدأ يقلص المسافة ما بينهما بين أبعاد والدرعي الدرعي مع المركز الثاني سمح لسان مخليفة بن محمد الدرعي الكعبي ينطلق مع المركز الثالث بالتحديات مرضية يوسف بن سعيد بن ضحي الكعبي ولكن جماعي القادمة جماعي القادمة على مستوى المركز الرابع بمتابعة وتقدم صالح بنيابر بن صالح العامري يقدم يقدم جماعي يقدم جماعي مع المركز الرابع مع المركز الرابع خامس الانطلاقات خامس التحديات تصل في هذه اللحظات نهاب لسيب الحمد بن حميد الدرعي من يتابع من يتابع نهاب مع المركز الخامس هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة المغادرة للوحة الإعلان لوحة الألف والميتين ما شاء الله أصبحت رباعية أصبحت رباعية على مقدمة هذا الشوط بتقدم وانطلاقتي أبعاد على الصدارة والبداية والمقدمة والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير الكيلو المثير تحدياتي هذا الشوط التسلل والانطلاق التحدياتي التحدياتي اللي سمحت امورها مع هذا الانطلاق سالم بخريبة بن محمد الدرعي ولكن جمايل جمايل من الجانب الآخر من الجانب الآخر بدأت تتسلل في هذه اللحظة تنطلق بالمقدمة سمحة مع المركز الثاني سمحة وتحدياتي جمايل وانطلاقتي أبعاد ومرضية قادمة أيضا مع المركز الرابع اللحظات اللحظات الأخيرة والاتجاه الاتجاه السليم الاتجاه الصحيح إلى خط النهاية جمايل سمحة سمحة جمايل سمحة تسمحة أمورها في اللحظات الأخيرة بدأت تتقدم ولكن جمايل من الجانب الآخر جمايل وسمحة سمحة وجمايل الموقف خطير في هذا الشوط مع التحدي المثير ولكن سمحة سمحة هي الأقرب سمحة هي الأقرب سالم بخليفة بن محمد الدرعي ينطلق بناموسي هذا الشوط بتحدياتي سمحة سلام 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 للقوى سلام استعدتوا صباحا بهذا الأداء المتميز دهانينا لمالك سمحة سالم بخليفة بن محمد الدرعي ولحظات وصولها لحظات اقترابها من خط النهاية المركز الثاني جمايل لصالح بن يابر بن صالح العامري المركز الثالث جاءت أيضا مياسة لسهيل بن سالم بن لوتي المركز الرابع أبعاد لمحمد بن شطيض بن مصبح المتفيج المركز الخامس تصل الوسمية لمطر بخلفاء بمطر بالكنة الشامسي من جاءت مع المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول سمحة إلى خط النهاية توقيتها الزمني 12 دقيقة 42 ثانية وجزئين من الثانية تهانينا لسالم بخريفة بن محمد الدرعي على فوز سمحة بالمركز الأول بينما اللي وصلت مع المركز الثاني جماهي الـ 12 دقيقة 43 ثانية وثمان أجزاء من الثانية تهانين لصالح بن يابر بن صالح العامري مياسة من تصل مع المركز الثالث من اللحظات الأخيرة بتوقيت زمني مقدارة الـ 12 دقيقة 46 ثانية وأربع أجزاء من الثانية تهانينا لمالك مياسة السهيل بن سالم باللوتية العامري تهانينا والناموس تهانينا